مرحبا حبايبي أصحاب برد الدلو شلومكم إن شاء الله تكونوا مخير اليوم راح أقرأ توقعاتكم العامة التوقعات راح تكون تشمل العمل العاطفة الصحة على الصعيد الأسري العاطفي المرتبطين المنفصلين العزاب حتى المطلقين سحبت لهم ورقة حتى ما يزعلون عندي لأن دائما بالتعليقات يكتبولي التحديات اللي راح تواجهك نقاط الضعف نقاط القوة اللي موجودة عندك القراءة طبعا تشمل البرج الطالع والشمسي والقمري يعني اللي طالع دلو أو حتى القمري مالتا برج الدلو ممكن تنطبق عليه القراءة وإن شاء الله تنطبق عليكم جميعا لأنه كلش قراءة إيجابية وحلوة ما شاء الله وإن شاء الله تتحقق كل التوقعات اللي راح أقول لكم من إياها سووا لي لايك إذا عجبكم الفيديو واشتركوا بالقناة إذا شنتوا ما مشتركين وتركوا لي آراءكم وبخانة التعليقات وخلونا نبلش الفيديو بداية برج الدلو ممكن تكون تتعامل شن التتعامل ويا شخص من برج العقرب برج العقرب هذا أشوف أنه هو من النوع اللي عنده نوع من العصبية الهجومية هذا الشخص ممكن يكون جد ما تحاول تبني ويا أو مو شرط يعني برج العقرب يعني أي ساين ثاني عادي لأن الناس أكون تسأل بالأبراج يقول مو هذا البرج فالأبراج هي الفئة محددة من عدكم اللي يتعاملون ويا الشخص اللي برجي أقوله يعني بالذات القراءة ممكن تطبق عليهم أكثر من عدكم أنتو فأشوف أنه أنت مريت بصدمة عاطفية ممكن تكون حتى صدمة بصعيد العمل ممكن تكون انفصلت من عمل تركت عمل صار لك فترة أو طلعت من عمل بظلم أكو شخص خرب عليك بشغل أو حتى بعلاقة وأدى أنه هاي شغل أو العلاقة تنتهي وتنهد أشوف أنت طاقتك بالفترة الحالية عندك نوع من الغضب ممكن تكون تتمر بمشاكل مشاكل المادية مشاكل عائلية مشاكل على الصعيد العاطفي بالنسبة للناس اللي علاقتهم بعض منهم أشوف علاقة مهزوزة بيناتكم فأشوف أنت عندك طاقة غضب كبير بالفترة الحالية طاقة التعصب وصائر عندك عناد عنيد جدا أنت بالفترة الحالية ممكن تكون تتعاملوا ويا شخص من البرج الثورة اللي انت تتعامل وياه هذا شخص ممكن يكون ما يتقبل النقاش لان هو بعد برج الثور هو ينطبق المثل به بالعناد فاشوف ان انت تتعامل وياه شخص عنيد جدا شخص ما يهتم بالمشاعرك شان شخص بالنسبة اليك متعب شخص دائما من تحت شوية يخليك توصل الى مرحلة الانفجار من كثر الضغط اللي يضغط عليك اشوف اكو شخص ضغط عليك بسابق شان هواية وهذا الشخص قلت لكم ممكن يكون برج الثور او حتى برج الميزان فهذا الشخص تعبك هواية بحياتك ممكن تكون انفصلت عنه او بالفترة الحالية انت بحالة انفصال اكو قناع سقط من شخص موجود بحياتك وانت بالفترة الحالية ممتعض من تصرفات هذا الشخص او حتى من حقيقته ممكن يكون كان غاشة كبيت حلو منظر حلو يعني ظاهر حلو ولكن جوهر هو مكان جوهر نظيف مكان جوهر جميل يعني هو فقط مظهر الخارجي فانت اكتشفت على حقيقته من اكتشفت على حقيقته هاد الشي سبب لك صدمة شبيرة بحياتك خلى امورك كلها يعني تتبعثر من بعد حيرة انت تشنت بيها من بعد تردد كبير اتجاه قرارين او حتى شخصين ممكن تكون عندك مشاكل عائلية قاعد حاول تصلح بين شخصين او حتى بينك وبين شخص فاشوف شينت ما اخذ هدنة عندك وضع الهدنة ويا هاد الشخص ولكن من كثر ما ضغط عليك انت صار عندك نوع من الانفجار فانت انفجرت على هاد الشخص وصار ببيناتكم كلام جارح تجريح بالكلام وادى هاد الشي الى مشكلة ببيناتكم سببت انه يصر بينكم زعل او حتى فراقة وانفصال لبعض منتكم اشوفك انت يعني حاجة بصراحة من بعد فترة خذت سكوت وتهتم للمشاعر وانفجرت قلت لك عندك هنا طاقة البركان وانفجرت كانت عندك بركان من الغضب بداخلك وانفجرت على هاد الشخص ووقفت العلاقة بي قطعتها صار عندك كلام مواجهة بصراحة بينك وبينه اذا شنت منتظر مواجهة من هاد الشخص اللي قادح تعريف المواجهة راح تكون موجودة خلال اسبوعين منها يعني من التاريخ ما انت تشوف الفيديو اسبوعين اشوف المواجهة راح تكون بينك وبين هذا الشخص راح يصير كلام بصراحة وراح يعتذر منك هذا الشخص من بعد ما يعرف غلط هسا هاي الطاقة العامة قلت لكم ممكن تكون على صعيد العاطفي والاسري وممكن تكون على صعيد العمل انه انت انفصلت من العمل بسبب العصبية زايدة ممكن شخص بالعمل ضغط عليك كهواية وصارت مشكلة بينك وبينه وهذا الشي ادى لانو انت انفصلت من العمل وطلعت هذا كلها يعني خلي بالماضي خلينا يعني عجلة الحظ طلعت لك اول ورقة الشي اللي توج هاي السنة انت عندك الحظ كله وياك اي خطوة شت تريد تقدم عليها ابدأ بيها تشتغل عليها بهاي الفترة عندك وضوح عندك مخاوف كانت بسابق اشوف راح تتخلص من عدها الاوهام اللي كانت موجودة حتى الامور اللي مضمومة عليك عندك وضوحنا راح تنكشف لك هواية امور هواية اسرار ممكن حتى هواية اقنعة سقطت الاقنعة خلاص اكو هواي ناصب حياتك تشانة ولابسين اقنعة سقطت الاقنعة من عندهم ممكن يكونون من العائلة ممكن حتى يكون شريك عاطفي لبعض من عندكم اعجلة تلحظو اياك وطبعا طرعت لك اياها الناين اوف بنتيكال فاوضاعك المادية راح تتحسن تحسن كبير انت نفسك راح تتفاجئ من عنده البعض منكم اشوف اللي عنده عمل ثابت اكو عمل ثاني تركيزك على العمل كبير جدا راح تشتغل بدل الشغلة شغلين وثلاثة حتى تحقق استقرار مادي وعندك هنا ورقة الناين وفينتكل والتين وفينتكل انت عندك تقدم من التسعة للعشرة امورك اشوفها بالعمل امورك المادية امورك حتى العاطفية العائلية كلها في استقرار تام على الوضع العام يعني الطاقة العامة انت بلشت تعرفه هواي ناس على حقيقتهم بلشت التعب اللي تعبته بالسابق المشاكل اللي كانت عندك كلها الامور اللي كانت متعلقة طاقة الحط طلعت وياك الويلة فورتشل امورك كلها راح تبلش تتغير تغييرات كلش سريعة راح تصير بحياتك وعلى الصعيد المادي بالاخص قاعد اشوف البعض من عندكم عنده نجاح على صعيد العملي او حتى اذا كانت لبعض الناس اللي عندهم دراسة اشوف اكو نجاح اكو انتصار اكو تقدم اكو شي بعملك انت اذا شنت انت داخل مجال عمل معين وقاعد تحاول تطور به راح يطور هذا العمل اللي انت به وراح تنعرفه وتنشور به واكو ناس هواية راح تفرح لك به عندك تقدم بالعمل امورك المادية في تحسن ممتاز ممكن اول شهرين من السنة تكون الامور يعني بيها نوع من المعلقة ولكن بيها تحسن يبدأ النصف الثاني من السنة توصل لمرحلة الثاني يعني كل الارباح اللي انت منتظرها او حتى ناتج العمل او العمل اللي انت ممكن تكون اه دخلت عمل جديد ارباحها كلها تبين انت من نهاية السنة ان شاء الله راح تكون على الوضع المادي مستقر تماما ماديا وامورك كلها تمام البعض حتى اللي عندك اسرة مثلا امورك الاسرية استقرار مادي اليك والعائلتك قاعد اشوف كلش كبير منان ان نهاية السنة خاصة شهر العاشر شهر العاشر راح الاموال تبدأ الدرعيك من كل مكان البعض منكم ممكن يكون منتظر اذا كانت عدكم ورث او حتى اموال منتظريها عالشخص صار لكم سنتين منتظرين او حتى مشاكل تخص ورث اشوف الهذا المشاكل راح تنتهي ان شاء الله بهاي السنة وراح تاخذ حقك راح تاخذ ورثك او حتى الاموال اللي تشنت مديوني ام شخص اشوفها راح ترجع اليك هاي الاموال وراح تفرح بيها امورك المادية كلش زينة ان شاء الله تتحقق عليكم ماكو احلى منهيك اوراق تطلع للامور العملية والمادية عملك اشوفه فيه تقدم ولكن محتاج من عندك بعض الانضباط والتنظيم حاول تنظم اعمالك اذا قررت تشتغل شغلتين فحاول تنظم وقتك توازن بين اعمالك وما تقصر ولكن الحظ لا جانبك فلا تخاف ولا تقلق يعني فبرج الدلو كل التوفيق لكم على الصعيد المادي ان شاء الله يا ربي الله يرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون على الصعيد الصحي اشوف عدكم شفاء موجود اموركم الصحية تمام ممكن تكونون شدتوا قلقين اتجاه مشكلة صحية من شخص من العائلة المتزوجين ممكن يكون الطفل عدكم بالعائلة مريض وشدتوا شايلين هنا اشوف هذا الطفل عنده طاقة شفاء وفرحة عائلية راح تكون موجودة بشفاء هذا الطفل المريض ما قاعد اشوف شي خصكم ممكن شي خص العائلة يكون اعتبر اي شخص من العائلة انتم موجود يعني عنده مشكلة صحية او ازمة شان مار بيها اشوف عنده شفاء اكو فرحة عائلية اكو لما حلوة بعض النساء من برج الدلو واللي شان متأخر عليكم الحمل صار لفترة او حتى عدكم مشاكل بالحمل ما قاعد يتم اشوف الزواء اشوف العفو الحمل موجود عدكم بهاي السنة ان شاء الله اكو عدكم طاقة حمل موجودة طاقة ولادة طفل جديدة ممكن تكون موجودة ممكن ذا انت حامل وخايفة عندك مخاوف من الحمل فاشوفوا الولادة راح تسهل اليك وعندك فرحة بولادة طفل جديد راح يدخل للعائلة بالنسبة للأوضاع العائلية والأسرية لبعض منكم قتلكم ممكن يكون صار زعب بينك و بين شخص من العائلة او حتى شريك الزعل صار لفترة ممكن صار لثمانة شهر او ثمانة اسابيع او حتى من شهر الثامن هذا الزعل موجود بينك و بينك و خلافات اضطرت لانو انت اما انت انسحبت بزعل او هو زعل و انسحب من عندك هذا شخص قاعد اشوف انو الامور ببيناتكم راح تبلش شوية شوية تهدأ وذا تشنتم انتظرين عودة شخص غائب عليكم او شخص مسافر فاشوف العودة راح تكون بشهر الثامن ان شاء الله راح يرجع هذا الشخص اللي يمسافر او حتى اللي يترككم و رحل يعني و صار بينكم و بينها زعل فاشوف ممكن يتكون اكو بعض الخلافات العائلية تصير ولكن الامور اتعدي بسرعة بسرعة ما يكون مشكلة كبيرة يعني اموركم العائلية نوعا ما راح تكون مستقرة ولكن لا تخلوا من بعض اختلافه بوجهات النظر والخلافات احلامك وتطلعاتك يا برج الدلو هو احلامك وتطلعاتك بينها من الاوراق اللي موجودة فاكيد يعني راح تكون بالفترة الحالية قاعد تدرس مشروع او حتى قاعد تدرس شراكة معينة او قاعد تحلم انه اطور بشغلك اه اطور اوضاعك المادية تحسنها تدخل عمل جديد شراكة جديدة فاشوف انه احلامك وتطلعاتك العفو انه انت تجد بالعمل اللي انت موجود به وتكبر وتحقق نجاح وراح تحققها ان شاء الله النجاح فانت مركز على عملك بصورة كبيرة بهاي السنة انت منطلق يعني انت راح تتقدم بكل قوتك اتجاه هواية امور كانت معلقة بالسابق شانت تتأجلها دائما من هاي السنة هي سنة الانطلاق اليك يعني انت راح تبدأ من هاي السنة تنطلق وتجمع ثروة الحد السنين اللي جاية اللي راح توصل بها الورقة التينوف بنتيكل هو الاكتفاء المادي ورقة الثروة ورقة الاستقرار المادي خلاص بعد انت امنت مستقبلك امنت مستقبل اطفالك ممكن حتى بيتك فهاي سنة الانطلاقة اليك حاول انه تستغل كل يوم من هاي السنة لانه الحظ بجانبكم موجود فحاول تستغل هاي السنة بمشاريعك بمعاملاتك بعقودك اللي بعض منعدكم طبعا يشوف اذا كنتم انتظرين شراء بيت فعدكم هاي اوراق تنقل وهاي اوراق شراء بيت وايضا هنا طلعت لكم اذا كنتم ناوين اطلعون من العائلة تنتقلون البيت وحدكم الانتقال موجود لانه اساسا هي ورقة العائلة طلعت لورقة الانتقال فاكون انتقال ممكن لبعض منكم بسبب مشاكل عائلية وخلافات راح ينتقل الى بيت جديد يطلع من بيت وينتقل البيت جديد اللي صار لكم فترة تفكرون او حتى صار لكم سنتيا تحاولون تجمعون مبلغ حتى تشترون بيت تشترون عقار فاشوف الشراء موجود ان شاء الله بهاي السنة خاصة شهر العاشر وايضا ممكن تكون يعني الطاقة قبلها اشوف اكو شراء بيت لكم بهاي السنة اذا تنتوا وانتوا صار لكم فترة تجمعون الى وممكن حتى يكون شراء سيارة اموركم المادية اشوفها تمام تمام كلها زينة اموركم الصحية اموركم العائلية خلينا ننتقل للوضع العاطفي البعض منكم ممكن تتعاملون شخص من برج هوائي او شخص من برج ترابي شوية متباطئ بالحركة هذا الشخص اشوفه ما قاعد يتقدم بالعلاقة خاصة بالفترة الحالية قاعد اشوف هذا الشخص مركز على عمال مركز على الاموال ممكن يكون هاملكم بصورة كبيرة فممكن حتى هذا الشخص من يصير كلام بينكم او من يصير عتاب يتهجم عليكم هذا الشخص بسرعة ويجرحكم بالكلام اشوف عدكم حد الشخص ممكن يكون من برج هوائي او من برج ترابي هذا الشخص قلت لكم عدة طاقة اهمال عالية اتجاهكم انتو تعبانين من اهماله تعبتم من علاقتكم بي وبالفترة الحالية قاعد اشوف البعض منكم اما هو خلى حد لهاي العلاقة ونهاها او خلال اول اسبوع من السنة يعني اول اسبوع من هذا الشهر او بعد اسبوع من الاسبوع راح تتخذ قرار انه تقطع علاقتك بهذا الشخص اللي علاقتك به متزعزعة ما به هثبات هذا شخص يوم موجود بحياتك يوم مختيفي يوم اهتمام بك زايد يوم ما يهتم اصلا وكل ما تحكو اياه هو عذره انه هو مشغول بالعمل 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 ف اشوف انه هذا الشخص انت راح تخلي لحد وراح تقطع علاقتك به هاي لبعض الناس اللي علاقاتهم متزعزعة انت راح تتخذ قرار وقرارك راح يتوج وقرار راح يكون صحيح راح تبدأ بداية جديدة وراح تقطع هذا الشخص تقطع علاقة كبيرة من حياتك او حتى التواصل ممكن ببعض منكم يكون سوى بلوك او راح يسوى بلوك بفترة الجاية قراراتك طبعا بمكان هاي لانه طلعت لك ورقة الاس وون بداية جديدة القرارات الصحيح لانتصار حتى فانت راح تخلي الكارما تشتغض على هذا الشخص لانه اساسا ورقة الكارما موجودة وياك وهو راح يرجع بعدين يحاول انه يصلح الامور ولكن اشوف كنت ما اخذ قرار لك انه تقطع علاقتك بنها بالنسبة الحبابي المرتبطين المرتبطين اللهم بلا حسد اشوف البعض منكم اللي مرتبطين خاصة صار لكم ثلاث شهر تفكرون بموضوع زواج او بترسيم العلاقة لبعض منكم قاعد يفكر بترسيم علاقة ممكن صار لث شهر اكو ترسيم للعلاقة اكو علاقات حلوة متكافئة حتى بالنسبة للناس العزاب وهس داخلين العلاقة جديدة صار لها ثلاث شهر او شهرين اشوف العلاقة متكافئة الحب بيناتكم متبادل العطاء بيها متبادل الثقة بيناتكم موجودة هذا شخص نيتا جاد عدكم زواج وارتباط بهاي السنة يا برج الدلو المرتبطين اشوف انه خاصة اللي صار لكم فترة طويلة والامر كان قاعد يتأجل بسبب امور مادية فاشوف امور المادية في تحسن واكو تكافؤ بينكم وبين هذا الشخص اكو عدكم احتفالات اكو مناسبات حلوة الناس اللي متزوجين اشوف بالبيت قلت لكم ممكن تكون عدكم فرحة بطفل جديد ولادة جديدة اتخذكم او اتخذ شخص من العائلة المهم اشوف اكو مناسبات حلوة اكو حفلات اكو شراء منزل لبعض الناس المتزوجين اللي او حتى اللي يفكرون ينتقلون مو شرط شراء منزل فاشوف الانتقال بيناتكم موجود والانتقال راح يكون بصالحكم واكثر استقرار لكم عدكم حفلات عدكم خطوبة او ترسيم العلاقة خلال اول ثلاث شهر من السنة ان شاء الله الامور المرتبطين راح تكون كلش حلوة والله يسعدكم ان شاء الله بعض ويتمملكم على خير بالنسبة للناس العزاب والمنفصلين بعد ما هذا الشخص غاب عنكم فترة وانتوا شبهنا هنا العلاقة بي او حتى منفكر ابرجعت اشوف هذا الشخص خاص من برج الميزان او برج العقرب ايضا هذا الشخص سبب لكم مجروح بالماضي وهس قاعد يحاول يرجع يعتذر لكم من جديد اساسا عدكم طاقة اعتذار من شخص قلت لكم جرحكم سابقا بالكلام صارت بينكم مرة ثانية وراح يحاول يعتذر من عدكم ويبدأوا ياكم بداية جديدة بالعلاقة طبعا لبراج الهوائية ممكن تكون برج الدلو برج الجفزاء برج الميزان وايضا القراءة ممكن تكون عكسية ممكن انت مجرح او ممكن هو اللي مجرح ك بالكلام فاعدكم هنا قلت لكم اكبر جوع العزاب عدكم شخص من الماضي راح يرجع مرة ثانية ويحاول يبدأوا بداية جديدة ولكن اشوف كنت البعض من عدكم انتم خلاص هاي العلاقة وقفتوها فاعدكم علاقة جديدة شخص جديد راح يدخل بحياتكم بالفترة الجاية راح يرجع لكم التوازن والتفاؤل للحياتكم للعلاقة خاصة بموضوع العلاقات اللي اخذتوا الفترة انتم كلش متعبين من عندك فبالفترة الحالية اشوف انه الرجوع موجود وعدكم بدايات جديدة كلش حلوة على صعيد العاطفي يعني بالنسبة لناس المنفصلين المطلقين وينتظرون رجوع ما اشوف لكم رجوع بهاي الفترة امركم معلق والبعض من عدكم يعني الامر خلاص منتهي فهاي ورقة ايضا البعض بسبب عمل او بسبب حسد وصار الانفصال ببيناتكم او الطلاق الرجوع قاعد اشوف متأخر يعني هاي الفترة ما اكو رجوع الامر ببيناتكم معلق فممكن هاي الطاقة تتوضح اكثر بالتوقعات الشهرية من نقراها والتوقعات الاسبوعية فتابعوا المطلقين راح اخلي دائما بكل قراءة لكم مكان بها انزري لكم اوراق اشوف اوضاعكم تخلى عن هذا الوضع بالفترة تخلى عن فكرة الرجوع بهاي الفترة واترك الامور هي اول وتالي بعدين راح تكون ابصال حق اكو تفاؤل وتوازن راح يرجع لحياتك ان شاء الله بالنسبة للمنفصلين والمطلقين توازن راح يرجع التفاؤل ويقولك هاي هم طاقة الصبر فاصبر واتفاءل خير ان شاء الله الامور تتحسن لانه المطلقين قاعد اشوفوا الرجوع معلق بهاي الفترة ممكن بطاقة شغلية باطاقة تكون اوسع وتبين اكثر او خلي شوية اوضح لكم عليه همين حتى لا تزالين مني هلي يوجد رجوع المطلقين برج الجد برج دليل افو ومثل ما توقعت شوف رجوع بالنسبة للمطلقين حبايبي المطلقين اشوف انه عدكم حنيني هواية للماضي او حتى هذا الشخص ممكن يكون اكو حنين من عدكم او من عنده لان القرآن ممكن تكون عفسية ولكن اشوف اكو حنين بالماضي الطاقة المشتركة اللي بيناتكم طاقة الحنين ولكن اشوف اكو عدكم اطراف خارجية هواية متدخلة بهاي العلاقة واكو شخص بالذات كبير بالسن شخص مسيطر ممكن يكون طاقة اب او طاقة ام طاقة اخ كبير هذا الشخص اشوف عنده سلطة وهو اللي موقف العلاقة بالفترة الحالية او عارض بينكم وبين الرجوع وهو اللي ممكن يكون سبب حتى انها العلاقة اللي موجودة بيناتكم ف اشوف انه الرجوع صعب جدا اذا ما كان مستحيل للبعض منعتكم العلاقة منتهية وايضا اكو طرف بها اكو طرف هو اللي موقف العلاقة وقاطعها ممكن يكون اب ممكن يكون ام سواء كان يعني من طرف انت او من طرف الشريك طاقة شخص كبير بالسن شخص متكبر شخص مسيطر متسلط هذا شخص طاقة اب عنده موجودة هو اللي موقف العلاقة رغم انه اكو حنين ببيناتكم البعض منكم حتى اكو اطفال ببيناتكم ممكن يكون عندكم طفلين اا اكو حنين ولكن اكو شخص تخلى حاول هواية من بعد محاولات يظل هواية حاول يحاول اكو عمل شان موجود عليكم مادام طلعت هاي الورقة ف لا تأكد لي انه اكو عمل بالنسبة للمطلقين ممكن يكون العمل هو السبب خراب البيت وطبعا العمل ممكن يكون مشروب او مأكل نوعية العمل اللي عليكم السحر يعني لانه هذا يطيني طاقة اكثر انه هذا الشخص هو من العائلة ممكن يكون اب ممكن يكون ام واكو عمل مشروب هذا العمل هو اللي تسبب بالنفصال كم او حتى تسبب بالمشاكل اللي موجودة ببيناتكم وانتهاء العلاقة ولكن لكم بدايات جديدة ان شاء الله وان شاء الله طاقة تتغير بتلكم انتظروا الطاقة الشهرية تكون اوسع اكثر لان هاي تشمل السنة كلها فممكن هاي التأخيرات اللي موجودة هسا والوضع يكون هسا مستحيل ولكن اذا تشافيت من العمل اللي موجود عليكم او حتى الشريك اذا تشاف من العمل اللي صاير علي الرجوع ببيناتكم ممكن يعني يكون يعني موجود لانه اشوف اكو حنين للماضي حنين الايام الحلوة اللي كانت ببيناتكم البيت الاستقرار العائلي واكو اعتذار اكو شخص لازم يعتذر من بينكم انتم الاثنين فالمطلقين كل التوفيق لكم وبالفترة الحالية الرجوع ما موجود قلت لكم اكو شخص معارض هو اللي موقف الرجوع هو اللي رافض فكرة الرجوع تماما وعليكم البعض منكم الثاني ممكن يكون عليكم عمل العمل هذا ممكن يكون مشروب او مأكول فحاولوا ترقون نفسكم او تتأكدون من هذا الوضع لانه هاي قراءة عامة فما راح تنطبق على الجميع مية بمية اكيد بالنسبة للتحديات اللي راح تواجهكم التحديات اللي راح تواجهك يا برج ادلوا انه انت تحافظ على نشاطك تحافظ على انطلاقتك تكون صاحب قرار صاحب عزيمة لا تحاول انه تندفع زيادة رغم انه انت منطلق عنده شوفك انه انت منطلق وما شايف شي عندك خلاص انت منطلق عندك سفار تنتقل من مكان المكان امورك المادية ده تحاول تحسن بها تشتغل بدل شغلة شغلتين وثلاثة حتى تجمع مال التحدي اللي قدامك انه انت تحافظ على امورك المادية تحافظ على اموالك تحافظ على نشاطك اللي موجود هسه من بداية السنة انت منطلق فالتحدي اللي قدامك انه انت تحافظ على النشاط اللي عندك الروح روح السل عندك روح المغامرة وروح العمل مثل ما نقول فلازم تحافظ عليها وتسيطر على اوضاعك لا تخلي احد بهاي الفترة يحاول يفرض عليك انه انت مثلا تتراجع بخطوة تتخذها وانت متأكد من عندها رغم هذا حاول لا تستعجل ولكن حافظ على نشاطك بالعمل انت جيتك بالعمل حاول تزيدها اكتر نقاط الضعف اللي عندك هو الكلام اللي رايح جاي اكو شخص راح يحاول بهاي الفترة عفو سحقت اكو شخص راح يحاول بهاي الفترة انه يحبط معنوياتك ممكن يحبطك حتى على المستوى العملي ممكن شخص ينقلك كلام هذا الكلام غير صادق بينك و بين احد راح يكون نقطة ضعفك فاذانك لا تنطيها لأي احد حاول انه شورك يكون من راسك مثل ما نقول يعني انت اللي تفكر به انت سوي اللي انت ما تأكد منه لتاخذ نصايح من اشخاص ممكن يكونون بعدهم ما عندهم نضج النضج الكافي انه هما ينصحون النصايح اخذها من تاخذها اخذها من شخص انت واثق انه عنده تجارب بالحياة شخص متستشيرة راح يفيدك لانه قاعد اشوف انه اكو كلام راح يكون رايح جاي اشاعات ممكن تكون عليك انت اشوف اكو شخص راح ينقل كلام منك وينقل للناس غيرك وممكن ايضا انه هذا الشخص يشتغل على تشويه سمعتك او حتى احباطك على المستوى العملي على المستوى العاطفي على مستوى حياتك بصورة عامة اكو شخص راح يراقبك ويظل دائما ينقل كلام عنك وممكن حتى يحتي كلام وبصالحك محلو فلا تخلي هذا الشي يكون نقطة ضعفك خلي كل شخص عد حدي ومن تحتي اعرف المنت تحتي وشورك خلي يكون من راسك مو من احد ثاني نقاط القوة اللي عندك هي العزم اللي عندك اللعناد اللي عندك قلت قوي انت قادر على المواجهة انت مريت بهوية ظروف انت مبقى جرح ما مريت به مبقى مشكلة ما عديت منها مريت بهوية متاعبة بحياتك الحد ما وصلت مرحلة من بعد ما انت حاربت وانت حاربت صرت قادر على تحمل المسئولية قادر على اتخاذ القرارات قادر على التمسك بالرأي التمسك بحتى الشي اللي انت تريد تتمسك به انت قادر علي انت قوي فنقاط القوى اللي عندك انه انت مريت بتجارب هواية ممكن تكون علاقاتك متوسعة او حتى يعني عندك تواصل هواية تتعرف على ناس جديدة دائما تحب انه شخصي نصحك تحب تتعلم اشياء جديدة فهاي راح تكون نقطة القوى اللي عندك انه انه انت